لا يتوقف عداد الضحايا فيروس كورونا في العراق فقد شهدت الأيام الماضية تسجيل زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات الأمر الذي ينذر بكارثة صحية في البلاد حديث الحكومة عن رفع إجراءات العزل الصحي في العديد من مدن البلاد تحول إلى سيل كبير من الانتقادات لا سيما مع تسجيل العاصمة بغداد أعداد مضاعفة عن تلك التي سجلتها خلال الأسابيع الماضية حيث ارتفعت أعداد المصابين إلى نحو 2500 مصاب والوفيات إلى أكثر من 202 مناطق الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعمرية في بغداد تحولت إلى بؤر للوباء بحسب وزارة الصحة التي طالبت بحظر كامل في هذه الأحياء وبحسب المراقبين فأن ارتفاع أعداد المصابين في بلد مثل العراق إلى 5873 والوفيات إلى 285 يعد مؤشرا خطيرا لا سيما مع الأعداد الكبيرة التي تمتنع عن التحاليل والتحاليل القليلة التي تجرى يوميا فضلا عن النظام الصحي المنهار أصلا وعدم استعداده لاستقبال إصابات أخرى في ظل حالات الشفاء التي لم تتجاوز 941 حالة حتى الآن وتشير مصادر في مدينة الطب ببغداد إلى أن الفرقة الطبية في مستشفيات البلاد بلغت منحلة الإعياء وكل الأدوات الطبية باتت متهالكة في وقت تؤكد المشاهدات أن بعض حالات الوفاة كانت صادمة خصوصا تلك التي حدثت من دون ظهور أعراض للإصابة بفيروس كورونا من جانبها تقول وزارة الصحة أن الالتزام بالحجر الصحي الكامل يمكن أن يجنب العراق تداعيات خطيرة بالمقابل يبقى التراخي الحكومي في تطبيق الإجراءات السلامة في مختلف مؤسسات البلاد أحد الأسباب الهمة لارتفاع أعداد المصابين بعد عامل الفقر الذي تمكن من العراقيين قبل هذا الوباء بسبب الفساد السياسي الذي نخرى العراق وأتى وباء كورونا ليزيل ما تبقى من غشاوة ويفضح الشركاء السياسيين الذين يعزون اليوم عن تقديم أدنى الإسعافات الأولية للعراقيين أولئك الذين لا يرون بالنظام السياسي إلا جثة هامدة تتكي على شبه دولة تتدعى للسقوط